مع نشأة عزوز بش يكون معنا زيدة سيشام قاسم اللي هو كاتب ونشر مرحبا يا سيشام اهلا و سعيد انا سعيد جدا رو بش نقاك بحذية خطر عندي 35 سنة ملينارف كما مش في الكتب لا كنتي حاجة اخرى جملة كيفش تبدلت كش نحفر في البيترول اي كنت تحفر في البيترول وبعد لحفرت البيترول يتكتب اي اكتبتش على البيترول مرة علاقنا لا اهلي خطر عندك ما تكتب روها لا ما كتعرف انت الانسان مراهل الكونفرتي بدا عنده خمفوسة تخدم خمفوسة تبدأ تخدم له تخدم له اي دوك حدف البيترول نحاول نكتب وقت حاجات اي و بعد الخمفوسة ربحت اي اللي هو الو طالون كالشي اي دوك قدش عندك مليت اه تتكونفرتي اه عشرة سنية ملي خرشت من الخدمة بركضلة في عشرة سنين عملت ثنية بها ااااا انا انا نقولك حاجة اكتر ملي كنت في البيترول سي مراد بن محمود مرحبا وبيك عايشك حسابة مريقلة ومورنا من الرجل الحمدلله تونس دي ما بيه خير حسابة ناجي اي بيه وسي عنا بالصراح مرحبا بيك عايشك وبيك بربي مراجي بدلولي الكرسي عمالت بالعاني ذولي معلي خاطر النقاط ويحبط لأ انا ما نحبوش كل يشد الكرسي ماذا بينا الكرسي ما نطولش فيها بيه نمشي ومشارة التشخيص التشخيص في التشخيص بيش ده بيك مادام زهية زهية ولا زهية 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 محلول اسم المعرض بش يكون في الدورة قديش مسنا وتعطينا هكا معطيات شوية الدورة هذه هي الدورة 37 يبدأ المعرض نهار 28 أبريل ويمتهي نهار 7 ماي هذا فيما يتعلق بالتوقيت بيش يكون مبدئيا في قصر المعارض بالكرم عليه مبدئيا عنكم مبدئيا لأنه لأنه حابين لحقيقة عنه أمل وعنه أمني أنه يتم تهيئة الفضاء التابع لمدينة الثقافة من أجل أن يكون يتم فيه المعارض هذه سمعني قد يشير فع أكثر ولا أقل خاطر المعارض الكرم يذولي أكبر هو توا حاليا الفضاءات الموجودة في مدينة الثقافة تستوعب النشرين التونسيين دليل على ذلك أنه معناها الدورات الأخيرة من المعرض الوطني للكتاب تتم في مدينة الثقافة إضافة لهذا مدينة الثقافة فيها العديد من الفضاءات المغطات اللي هي قاعات السينما وقاعات المحاضرات وغيرها اللي تنجم تستوعب الأنشطاء الثقافية ربما بشكل أفضل مما يستوعبهم قصر المعارض بالكرم قداش عندكم من عارض مثلا في الدورة اللي يقبل الستة وثلاثين في الدورة ستة وثلاثين في حدود مئتين عارض كانوا مئتين عارض نجم يترفعهم مدينة الثقافة هو علاش قتلك إمكانية لأنه فما فضاء آخر فما فضاء يعني تابع لوزارة لمدينة الثقافة ستتم تهيئته إذا وفقنا ربي وصلنا أن نهيئ هذا الفضاء ينجم يرفع أكتر من مئتين عارض أي أي فما فضاء كبير بش يقع تهيئته في شكل خيام لإحتضان المعرض الدولي أي ما نهابش تولي تربحوا الفلوس وترخصوا للعارضين ربما هذا يعني تولي تسعير تولي تسعير أرخص بالنسبة للعارضين أكيد مش فقط يعني الجانب المادي مهم في هذا مهم للعارضين أي وإنما مهم أيضا أنه المعرض في مدينة الثقافة مش يكون أقرب إلى الجمهور لأنه الجمهور تعود بالأنشطة الثقافية أو ذات الصيلة بالثقافة تعود بها في مدينة الثقافة مدينة الثقافة في وسط العاصمة تنجم توفر يعني تنجم تكون فضاء أو مكان أكثر استقطابا للجمهور خديش بيجي للمعارض بالنسبة لهذه السنة في حدود مليار ونص منها مليون وخمسمائة تلف دينار ألف دينار هذي بالنسبة للسنة هذي بالنسبة لهذه الدورة هو أكثر شوية من الثلث متاع الميزانية هذي تذهب لك تمشي لكراء الفضاء مع قصر المعارض بالكراء كنت تسمع نجمو نحطوه في دار ثقافة كما نجمو أنت رأيك كما خير أنا رأيك بتبيع بسيفتك أنت عارض ومعنها مرست سأعيزم تعرف حاجة اللي هم نعيش بالمعارض بسولس كنشري ومصارش في المعارض مكاكوز كوفيد ومعنها تقلقنا شوية والمربوح متانا معنها يتم يتم في المعارض عليش خاته مليش نبيعه في الورق نبيعه في حكاية نبيعه في الكتاب على ذلك كي بدأ موجود الناشر بيدو أو الكتاب بتبيع معنها المبيعات تزيد خاته نحكيه على الكتاب ونستشري لكن أنا مليش متفق بالتبيع مش تكون المعارض في المتينة تتقف عليش عليش الخات البرمجة كي نقول لك أنا السالان دو باري ولدو جونير وبرمجة تاوي ثلاثة سنين اليوم بل بشعرين بل بشعرين ما نعرفوش رواح كيفاش نستدعى كيفاش مش ان احنا نهيكله كيفاش ان الناشر مش يحط بتو نحكيو فيها الهيكلة متاعهم تاع الستاند خطر عندها قيمة وصاعات اخر وقت مع الناشر الكبر مع الناشر ريكتونجل ولا كاري ولا ما نجو انتشو لنبلاسمان بتاعك صحي نكتشفو لنبلاسمان ساعة اخر وقت حبيقول يمكن مبادرة بيه لكن ماش في وقت معنى التنجب تكون في الديسيونجية تحذر روحك في عقلك اما مش تاوي لكن احنا التجربة متاعنا اعطاعت في المعرض الوطنية تاو فم معرض وطنية من وقتاش الوقتاش سمحني جاملنا من الاربع فيفري حتى اليوم وشنوة القبول شنوة عبش قلوك القبول ساعة تقييم بتاعه اول حاجة معناها احنا تخش علينا البرد كلنا اللي ماتلولة الريح من كل شيرة على وين صار اذي في مديل ثقافة اه توا في مديل ثقافة مديل ثقافة ما فيهش شفاج اي الاسكالاتور ميخدمش ما فما حتى ما رفق لريستوران لقهوة لكافيتريا فما كل مكينة تحت حتى في مديل دينار اذي ايه مكينة بالصف وفما حسيلو شو نقص دانا كبيجو اذاك انتي مش تجيب انتي كاتر من البر مش تعمل معهم معناها حوار ولا تمشي معهم وتستدعها ريستوران كان موجود عليش عليش مش موجود المرافق صحيح فما برشا معناها حاجات اللي صار بالرغم الكوميونيكاسيون اللي بصرتش احنا في فمتش عليش خمساشن خمساشن يوم عذاب نقولك حاجة سمعت بيكي كلمتك البرح وقتلي رو فما في المعرض الوطني ما في بليش اللي فما معرض وطني نتب مش انتي بركة ثم اللي ناش جايوا للتياتر ولا ثم معناها دي كونسير وكل شي يكتشفوا اللي ثم معرف وطبيعة معناها رذيق الكلو ناتش عليش على خطر كل كيفش يقوله مانيفستاشون ويزم تحذير وتقييم بسر شما معناها تقييم معناها انا اليوم ماذا بي نحكي ال ديرنير سيشون اللي صارت شنو التقييم تاحها شنو من نقايص شنو الصوت تانالي جيس شنو اللي صار فيها كيفش نجمه نحسن ونطلقو من هذاك هذاك المبدأ اليوم سكتقييم صار احنا في اخر الليامات ذوما ثلاث الليامات الخرانين بدينا بليزمو نخدمو ومعناها ونبيعو فما مبعثوما قبول القبولة ذايا يخليك حتى تلاهم ذا صغار ساعة يشري كتاب اللي يقول لك التولسي ما يقراش انا مش مقتنع بها بتاتا اذا ما اقتراش نراجع نفسي اذا ما التولسي ما يقراش انا كناشر او ككاتب نراجع نفسي ومعناها نرفز على روحي حبي يقول معناها بيسير فما معطيات فما آليات انت عمش نقربو الكتاب للمواطب ما كتعرف بيسم خطفان ولكل ما يقلقوش ما يقلقوش يمشيو مع بعضهم مش نتكلم بكل صراحة بيسير يعني رجي هنا بتكلم صراحة انا اللي هو اسمع وما نعودو لحد بينار بينار اليوم معناها جسي ابوني في الاسنو لسندكة نشونال لزيديتور ان فرنس اي يا والدي لبلتا اللي يجيوك وتشوف فيهم وتشوف التقييم وتشوف قلك الفين واربع عشرين راو لرومان استوريك هو اللي ميشي مش يمشي اي هو اللي زي سير عندهم مثلا اثناش في المية انتي كناشر تقرح حسابك وتعرف شنو وين ماشي هالتندانس ويعتيك مالاكي مالامود يقول لك توا عندك للكولور هذو مراو بش يخرجو في السيزن هذي بارك الله الفي البد الاليفان بش يرجع دوك سي ام بو سا حاجو خرج يقول لك نمريك وكليتة بعضها وتقرح انت عليك الكندي لو درشون اثناش في المية تلاتاش في المية يقعد الكتاب هو اللي قايم بالذات فهمتي ولا لو ديو توا ماشي لو ديو واحد في المية هذوما الكل ما عناش ديستاتيستيك احنا اليوم وش كون يعملهم هذوما يعملهم مفروض معنا سواء الوزارة او معنا فيدار الادات ذي مسئولية اتحاد النشرين مسئولية اتحاد النشرين اولا مزارة الثقافة ما عندياش علاقة مباشرة بالموضوع هذي احنا هنا يا اما مش نحكيوا على معرض الكتاب وإلا مش نحكيوا على اشكاليات المطالع والقراءة واشكاليات النشر وغير ذلك هل يزوز مواضيع مهمشية ماذا بنا ماذا بنا ماذا بنا احنا روان شخصه لا لا مش ندخلوا احنا مدخلوا حد شي احنا روانا في هذين شخصه اي وهو موال تشخيص اما متعلق بموضوع هذا ولا موضوع هذا هذا مزوز مواضيع مختلفين ووقعت في في معرض القاهرة الدولي للكتاب مؤخرا كان ثم ندوة امتدت ثلاثة ايام على المشاكل من النوع اللي يحكي فيها صحيح انا نوافق وثم اشكاليات ثم اشكاليات تتعلق بالقراءة بتغير حوامل القراءة ميكرو مدا ثم اشكاليات كذلك تتعلق بالنشر النشرين يواجهوا في برشا مشكلات هذا موضوع ولكن تنظيم المعارض الدولية للكتاب سواء في تونس او في البلدان العربية راهوا عنده قضايا اخرى من بينها اساسا قضية لماذا ننظم معارض دولي للكتاب لمن ننظمها ما هي الاهداف اللي نحب ونصلولها هل انه نحن كدولة تنظم معارض دولي للكتاب وتخصص له ميزانية فقط لكي تتيح الفرصة للناشرين لعرض كتبهم وبيعها ام انه ثم اهداف داخل داخلة هي ابعد من ذلك اللي هي لها صلة بال ايه شو من الاهداف متاعكم في الكتاب المعارض الدول الاهداف الاهداف ايه ايه انا انا في تصوري وهو التصور اللي التصور الوزارة تحكين بسيبا عامة التصور اللي المسؤول اللي ولاني وايضا الهيئة المنظمة لهذا الكتاب يعني كل نشاط عنده علاقة بالثقافة وبالفكر هو نشاط عنده كما تقولون توم صحفيين خط تحريري شنو الخط التحريري شنية الاهداف اللي يرميلها معرض تونس للكتاب على الاقل خلينا نقول في الدورة السابعة والثلاثين الهدف الهدف متاع الكتاب اضافة الى فتح المجال امام النشرين التونسيين وامام الكتاب التونسي لعرض الانتاج التونسي هي ايضا مناسبة لكي نمكن القارئ التونسي من الاطلاع على المنشورات على الكتاب في بعضه الدولي العربي والدولي يظل هذا هدف منقول ما تحل المعرض الدولي ايه نحكي لك ما تغيرش الهدف هو بيدو خلينا معناه هو فتح المجال هانا قلت لك فتح المجال امام القارئ التونسي للاطلاع على الكتاب في بعضه العالمي ولكن الهدف الاول بالنسبة لنا الهدف اللي هو ايضا يجب ان يكون حاضرا او نرى انه يجب ان يكون حاضرا في كل الدورات هي ما هي نوعية الفكر ونوعية الثقافة ونوعية الابداع التي نريد ان نقدمها الى القارئ التونسي سواء كان هذا المعروض الثقافي والفكري هل سواء كان تونسي ولا عربي ولا دولي ما هو هذا الانتاج الذي خليني نكمل لك بالله لانه موضوع مهم ياسر نعتبر هل نحن نريد ان نقدم لانه لاحظنا مثلا مش مثلا ماش تقييم للدورات السابقة كل كل هيئة تشرف على معرض على دورة من الدورات تعمل بعد انتهاء الدورة تقييم وثم تقرير مفصل فيه تقييم مفصل للدورة و اذا استأنفت اذا استأنفت نفسها والله ما نعرف شنو يتنشر الحد ولكن احنا مثلا في الهيئة المشرفة على الدورة هذه هي مقرة انها تنشر التقرير خليني عندك عام اللي شديد انا هذي اول دورة ما نجموش نجدو القديم انتي خاطر مكش مسؤول على الاقل من واجب الهيئة التي ستدي الدورة اللاحقة انها تطلع على هذا التقرير باش تحاول احنا لاحظنا في الدورة السابقة مثلا انه نسبة الكتب اللي هي كتب قديمة جدا سواء كتب توراثية او هي كتب منشورة في نصف القرن العشرين وفي السبعينات وفي السناشنو عملنا قلنا كل الناشرين على الاقل خمسين في المياه من المعروضات يجب ان تكون من اصدارات لاربع سنين لخرينين لاننا نحب نعطيه للقارئ التونسي فرصة ان يطلع على الانتاج الجديد حاجة اخرى حاجة اخيرة حاجة اخيرة نوعية هذه الازدارات نوعية هذه الازدارات يجب ان تكون منسجمة مع التصور الذي نحمله لتونس في دورها الثقافي عربيا سؤال برك اللي تاوبش يجي العارض تقرروا كتب بتاع وكل قبل ما يدخل مش نقرروهم كيفش مش تعرف انت ش دخلت انا ككتاب بعد نفتن كيمة اللي صار قبل هاو رقية شرعية وبعد يطلع عدرشنو هاو كذا ويطلع عدرشنو كيفش تكونترولي ثم لجنة من اهم اللجان التي تشرف على تنظيم المعرض هي تسمى لجنة العارضين لجنة العارضين عندها زوز مهام مهمة تقنية اللي هي تراقب مدى استجابة الراغبين في المشاركة للشروط التقنية الموجودة في النظام الداخلي للمعرض كما مثلا شرط انه يكون ثمى خمسين في المياه من اصدارات جديدة ثمى نحكي على المحتوى الجزء الثاني من هذه اللجنة وظيفتها انها تطلع على قائمة العناوين متاع الكتب هذية ينجم عنوان نوع وكل عنوان كل عنوان تلاحظ اللجنة اللي هي لجنة مختصين تلاحظ انه فيه قد يكون فيه اشكاليات وقد يمس من الخط التحريري للمعرض احنا نحب نرشو ثقافة حديثة ثقافة تنويرية ثقافة جديدة فما دي بولي قال هو كل كتاب مش يدخل مهما كان وبعد التقييم يشوف الكتاب يتماشى يقول ليه انثم تعمل واخذية يسبيان يكون كتاب موجود على السوق لنجم شنمنعو ولي للا سنسور لأ قد كعندي خط اذا كما يمشيش في الخط بتاعي انه بالنسبة للخط هي لا لا هذا كلام يقلطه هي انا نقدر كلامها اما انا 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 الظاهرات اللي موجودة هي في المعارض الكتاب اكثر من الكونسير دي موسيك اتسرا ونبو كلتوري معنى هي حفل كبير يسر يوقع في انا 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 يدخلوا فيه معنى الناس اللي تحب تعاون لكتاب مثلا المسانة يدخلوا البيضي البيضي ثم ما حاجة معنى من البيضي يدخل مش نعملو حاجة مزيالة معنى معنى الورغانزازيون اه في الورغانزازيون نعم ببعضنا الورغانزازيون نبدأ من قبل ما يدخل المعرض مش فصل المعرض الكرهب اللي جاي والكو السيارات واللي جاي في المطار عنده يدخل بها وبالديجيتال يدخل معنى مش ما يتعطلش ويمشي يقع البلاسة الباركينج ما معنى انت بشيتي الحلول يا لا مشيش خليت نرجعوله بالنسبة لي بالنسبة المعرض بطبيعة من نجم الشيار يقبو واحنا هذي فرصة لنحن كتوينسة وغير توينس مش يشوفوا شنو المنتجم بتاع واحنا رو يشيروا من عنا ساحات في وسط المعرض الزيرية ومغاربة ومصارو وغيرهم يشيروا من عنا بالكونتيتي معنى النجم تكون عنا فرصة لنحن نشوفوا سي مراد توقب المجي لاخبار تاتيني كان عمي سؤال لا اذا كنت حبي يكملوا بعد الاخبار تاتيني والله يأوذر اول حاجة ساعة انا مش نحكي كخبير محاسب كخبير محاسب منحب شنو دخل فيه خاطر ثم خط تحريري ضار فيه في المعرض اللي انا منحب شنو دخل فيه خاطرنا مني جاي بش نعمل هوني تاوى سيونس دو بوليميك متاع مش مشكلة خنفهم ونحن ذا معرض الكتاب الوش يصلح صحيح خطرنا من المنطق المال خطرنا يمكن نجم تاوى نخو منظمة ونعمل معرض الكتاب حر واحد اقوى المعرض تحمهم بالفلوس بالفلوس ونظمه وناجح وربح الفلوس ووقتها هو بشي منعوني ولا مهوش بشي منعوني ساعمنا عرشة اول حاجة اول سؤال هل نتخلها بالفلوس نتخلها بالفلوس نتخلها بالفلوس قداش البجي قتل الف فاية فاصل خمسة مليون دينار هذي فيه الكرويت ولا هذي المنحة لما تخذها من الدولة مع الدوتا سانت لطا الكرويت قتل الكرويت لا قتل هما يكريو سلوث يدخلو لكم روسيت سلوث ولا هما حق المصروف طاعكم الكرويت سمح 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 قداش المليار ونصف في خمسينيات مليون كري اهو نعطيك ملخ لا مفهمتنيش مش قداش هي كريت صرخت قداش دخلو لك فلوس روسيت الكل في الكل المدخيل الكل اللي اخذتهم من الدولة سبونسور الناشيرين اللي حطوا كل واحد ستند الناس اللي قصوا في البيب دينار دينار هذي كل كل قداش المنطان توتال وبعد قداش المنحة منتاعد الدولة التي تجي ولا الدوتا سانت لتا ومبعد قداش تصرفوا منها بعض المصروف بعض نحظوا نحظوا بعض رجستر واحدة خجمنا واحدة المصاري في الكل قل لي شنو تصرفوا ومبعد نشوفوا كيفاش التنظيمة هذه وعليش هل هيك الهذية والفكرة يمكن هذية الكلو فكرة يعطيكم صحة ما يمكن نعملو معتا بريتو الدولة قاعدة تاخو تتحب تأطر حاجة ملا نجمو نعملو خير ونربحو خير ونحسنو خير بالموطان هذي الليش تقصد انت يخيطو انت تونس معتا ما كل ثلاثة جماعات ثم منتداء كبير وثم يعملو ماتشينج وشركات وكل يهم الكلو معتا نجم تكون في تقالية في المعضة الكتاب ونسكلتار في الوقت ذاك غير تزايا منتا كورونا خلينا الوقت تبدل ونسكلتار في أفري مارس أفري راو ثم مارس الكتاب مارس دول معروفة معروف معنى هذية عندو نطوريتين تاو يودي كسب بيريا سريز ويقعد يتقادش ليه منتا سبعة تتتين سبعة تتين دورة اما البريفين نجميع مره حتى مشكل تبقينا اشكل الدولة مش تلوش فلوس فيها ولتلوش ما نعمل والا هذي تو جاوبنا مبعد لاخبار مبعد لاخبار مدم زهية بجاوبنا لهذية ونكملوا